صباح الخير مونير عجل معكم هذا الفيديو سنسجده بس بالعربي سيكون قليلا في موضوع صعب المناقشي قليلا لانه ممكن يؤثر على بعض الاشخاص وبتمنى ينفهم من منظور التطوير والاعتماد على النفس اكتر من موضوع نقض لشخص ولمجموعة صري فترة بالطبع بالعالم العربي يمكن ملك اللي متابع بس بيعرف ان الاضاع الاقتصادية بكتير من الدول العربية وضع صعب العراق بحرب وكدولة نفطية باعتمد على النفط اسعارها بالطبع المعاشات تعتبر نسبيا مقارنة بالدول الاوروبية او دول امريكا الشمالية او بعض الدول التانية يعتبر المستوى المعاشات متتذني جدا نفس الشيء الوضع بسوريا بلاد الشام بمصر نفس الشيء كان سابقا وهلأ الوضع اسوأ بكتير بسبب الوضع الاقتصادي بمصر وتغيير العملة حسب ما نسمع ارقام انه مثلا ان الشخص اللي يريد ان امتحان البي ام بي كبروجيك مانجمت يمكن يكلفه معه اربعة شهور اي عالة ممكن ان نشوفه تكلف حواله شهر اما اكتر حسب وين شهر 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 شهرين حسب اي لولة بالطبع وهذا الشيء يطبع على دول تانية مش بس بدول العربية غير دول العربية الاحباء والاخوان بمصر اخر فترة كتير نشطين على موضوع الفيسبوك وعم بيجربوا يشتغلوا ويجمعوا انضايات ويتراسلوا مع بي ام اي يتراسلوا انه الوضع الاقتصادي وما الوضع الاقتصادي ومتمنى منكم تخفضونا البي ام بي والتكاليف البي ام بي وتكاليف العضوية بالبي ام اي وامور من هالنوع بهاك دعوات هناك الناس تطلع مصاروي انتقاض من خارج مصر هناك الكثير من الاخوان بمصر يقولوا هذا الطلب غلط وعاب ونحنا كأنه نشحد وبالطبع الناس اللي تدعم هالفكرة تقول لا وهذا حقنا وبدنا نطالب لانا توجهت تقاللوا من معرفتي من بي ام اي من سنين وانه مستحيل بي ام اي تخفض الكلفة لمصر وكتلوا ان اذا بدكن اقتراح اقتراح انه ممكن يساعد بنجاح الفكرة اذا بتتكلموا عن معظم الدول اللي هي معاشاتها ووضع الاقتصادي يعتبر متدني نسبة للدول الغربية هنا كان اقتراح بغض النظر شخصيا برأيي انو مشكلة لم ينفع هذا ليساعد ونحن إن أجرد م bloque بصريبه حتما بقي أعترف ليساعد بقاعدمو الشباب واجهت لصريح من بي ام اي لم يتوقعوا ممكن ويراجعوا من جديد ويغيروا السياغة الرسالة أحد اكتراحاتي سابقاً أنا كان غير موضوع التواصل مع PMI لأنه برأيي ما بينفع وحاولنا من فترة نشتغل على هذا الموضوع بس للأسف شخصياً ما أريد أن نرحق على كتير موضوع أنه ألم يحن الأوان نشتغل على شيء من عالمنا العربي يعني اليوم PMI كلفة الـ PMI تنقول خلنا نتبر لموظف أمريكي مهندس خلنا نتبر كلمة مهندس مهندس أمريكي كلفة الـ PMI يمكن تعادل معاش يوم يومين أما ماكسموم معاش ترتي ايام أو أربع تيام من معاش وإذا بناخد معاش قبل الضرائب تكون بكلفة الـ PMI بينما اليوم بالعراق كلها بالشام اللي بدي يأخذ الـ PMI مثلاً بس الفيع نحكي نحن بدون الدرس وبدون الجهد وبدون هالأمور تانية حتكلفوا معاش بتوقع شهر ونص أما شهرين واليوم أخواننا بمصر عم بقولوا عم مكلفهم أربعة شهور طب هاي أربعة شهور مش هين تاخدوا شهيلة واليوم هلأ من دقيقتين اللي خليني يجي يسجل هالفيديو أحد السيدات كمان بمصر عم تقول ما بقى فيني يجدد علي بدي يجدد الـ PMI هلا معي الـ PMI بدي يجددها بدي يكلفني 150 دولار اوكي وهذا الشي صعب اوكي شو بعمل وما عب تفيدني هلا العلم استفالت من المعلومة اوكي بس الشالة الـ PMI كاشهالي كـ PMI letter ما عب تفيدها هلا عب تقول هالشي اوكي بقى شو بتعمل بتجدد ما بتجدد تخسرها يعني يا جماعة الموضوع مش بس موضوع الـ PMI والإمتحان والدرس والجهد وهالأمور كلها ما حان الأوان مرتين بنعيدها نعمل شي لقالنا نحن بالدول العربية نعمل منظمة لإدارة مشاريع في العالم العربي يعني حولنا لشتغل هالشي وشي عشر من شي سيني تقريبا واكتر من عشر شخص جاوبوا معي وعملنا لها جروب على الفيسبوك وعملنا لها بيج على اللينك إن جروب على البيج إن وبيج على الفيسبوك واكتر من عشرين خمسة وعشر شخص جاوبوا من جميع العنحاء الدول العربية وتوصلت معهم بس متل خمسة وعشرين واحد أربع خمسة أبس عليهم للعمل الجلدي لما جينا لنا يا جماعة خلاننا نشتغل ما في غير سيدي تونسية وشاب باعتقد مصري بقطر وشتنين دينين بس يعني الموضوع بهالحجم وبهالضخامة صعب كتير ويومتا إحنا طرحنا إنه من ضمن عمل منظمة إذا عملنا منظمة إدارة مشاريع في العالم العربي أنا شخصيا عندي كتير كتير كتب ومراجع وعندي منهجية والأمور هذه نحن مطورينا قادرين نحطها نحنا نقدمها كعمل تطوعي نقدمها لها المنظمة هاي حتى نعمل نحنا مكتبي لقلنا بدلا ما نعتمد على الإليجل كابيز وصرقة معلومات وننسخ كتب وننشرها على الفيسبوك بدون إذن الكتاب نحنا نعمل مكتبي لقلنا مكتبي رسمية نعمل مكتبي لقلنا مكتبي لقلنا مكتبي لقلنا مكتبي لقلناه نعمل مكتبي لقلناه نعمل مكتبي لقلناه نعمل منظمة للعالم العربي نبدأ بموضوع بتنظيمات ومشاركة معلومات بطريقة رسمية ويكون لقلنا مكتبتنا ويكون لقلنا منهجيتنا ويكون لقلنا مراجع باللغة العربية يعني اليوم في مجموعة الشباب من بلشت من الشام عم ببلشوا يصدروا مجلة إلكترونية كلتا تشهور وفي عنا مجموعات بمصر عم تشتغل وفي مجموعات عم تشتغل بمصر هالجهد كله بدلا ما نحطه ورا البي ام بي ورا بي اماي وناس ما تفرق معهم غير لما صاري ليه ما نعمل شي لقلنا وبعدين نحنا قدرين نطور يعني أنا شخصيا عامل دراسة عن شهدات بإدارة المشاريع بأربع مستويات والدراسة موجودة وقدرين نترجمها وقدرين نشتغل عليها المهم بدنا نحنا مجموعة من الشباب والصبايا من جميع الدمين اللي كان معهم شهدات ولا ما معهم شهدات ما بهم مسعدين يشتغلوا ويحطوا وقت تجاه عمل مشترك تنقدر نأسس منظمة هلا يمكن بدول العربية صعب نأسس منظمة واحدة منطر نأسس افتراضيا ببعض الدول يكون في إلنا فروع نشتغل على موضوع منهجي كيملي لإدارة المشاريع ومثل ما قلتيني نحن هنا مالش من الصفر نحن زعملنا عمل منظم اوكي انا شخصيا منير عجم وشركة سوكاد اللي بيرها ومسؤول عنها قدرين نحط نحنا الانتلاكشن البرابرتي تبعنا لأعضاء هالمنظمة يكون وكمان ممكن تستخدم نبني عليها ونطور فيها ونغير فيها ما ضروري نعمل لكم استخدموا المعلوماتنا لمنهجية لامتحونات هلأ يمكن بالطبع بالبداية مش هتكون بشهادة البي ام بي بس ما تنسوا ان البي ام بي هي مش الأفضل اليوم البي ام بي حسب دراسات اللي بتشتغل احد اشخاص اللي بيشتغل عن موضوع السرتيفيكيشن من السنين البي ام بي مستواها اوطى اوطى من المعدل لكل شهدات ادارة المشاريع في شهدات اهم منها بكتير وللعلم يعني ما بف انا يوما مايحبه بعمل دراسة على الموضوع اما اذا عندكم في حدا عنده دراسة شاركنا فيها اللي عم بيدرس البي ام بي ادارة المشاريع عم بيحط من وقته انا هم نعرف عم بيكون اشهر واحيانا اكتر من السنة درس تحضير اوكي بس ما منعف كم ساعة عم بيدرس يعني حدا فيه إلنا مثلا فيكم تجاوبونا ادارة المشاريع عم تحط درس وجهد مش تحضير لها الشهادة يعني بتوقع على اكتر من 400-500 ساعة 400-500 ساعة يعني شغل تقريبا ثلاثة شهور شغل فل تايم يعني اذا واحد عم يشتغل فل تايم عم يشتغل بس تحضر على الشهادة من هالنوع وبالطبع في كتير من بلادنا العربية ما عم بدوا ياخذوا هالشهادة لانه بموضوع اللغة يعني مثلا بالعراق باعرف احد المنظمات وكتير اشتغلوا على موضوع الوزارات دربوا اكتر من الف شخص قربوا اكتر من 1000 شخص اما 1500 شخص بالعراق مهندس معظمهم مهندسين وعندهم خبرات على الاقل 5 سنين و10 سنين ما نجح منهم واحد اما اثنين في احد الزملاء يتابعنا على الفيسبوك من البصرة هو من الناس ياخذوا البي ام بي مجددا ما بعرف بعتقد مرة ذكر رقم انه شوفه 30 اما 40 بي ام بي يب العراق اما بالبصرة ما بذكر شو قال يعني اليوم على مستوى الدول عندنا مشكلة باللغة عندنا مشكلة بالفلوس وعندنا هالتبعية لمنظمة هي بالشكل غير ربحية بس بالفعل ربحية بامتياز يعني ما بده غير جامع المصائل يعني ما دخول بي ام اي من البي ام بي يتعدل 50-60 مليون دولار بالسنة بي ام اي من الكتاب اللي بنوكي فوق ال 400 مليون دولار اوكي ونحنا قسينا اللي حقينا وعم مترجعهم يخفضو لنا الفيز وعندنا مشكل بالدرس وعندنا مشكل باللغة اوكي لشو نختم هالفيديو بنقول ثور وقت نشتغل نعتمد على نفسنا ونطور عندنا امكانيات ومفكرين بالدول العربية بادارة المشاريع لا يعدوا لا يحصى وكتور منهم كانوا متطوعين بالبي ام اي واحد الزملاء كانوا بالبورت لأكتر من مرة ثور وقت نشتغل بفخر شكرا مجمع